السلام عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير سخنة رهيبات والحصلة رهيبات وشن طيبو اليوم ان شاء الله رح اندر معكم هاد المغلوقة الغردوية ولا كان يسموها المطبقة كان يقولوا لها كسرت الشحمة يعني كل واحد كيفاش يسميها انتو كان ماشي محاجب هدي تختلف على المحاجب تشبه نوعا ما ساح تختلف دوك تشوفوا طريقة تتحضير تا هاد المغلوقة هنا حطيت ازوج كيلات تا سميدي كونورطب انا خيرت كيلة صغيرة هاد العغلوقة درتها في رمضان دنك درت يعني حبيبات برق بس كي كنا في رمضان وتشاهدها دنك نكمل حطي ازوج كيلات تا سميدي كونورطب مع نص كيلات الفارينة ومغير فاع تا الملح على حسب الكيلة اللي استعملتوها نبدأ نبلل بالماء حتى نتشكل العجينة العجينة ما لازمش يكون بزاف طريقة القوام ديالها يعني ما شح يكون الطريق بزاف وتتعجن مليح كيما المسمن ولا المحاجب وشنوقت لكم جي شوية قاسحة على المسمن ولا المحاجب المحاجب والمسمن يجو شوية متلوقين بصح هذه لازم جي شوية قاسحة هنا نبدأ نعجن فيها مليح حتى نتطرى ليه هدا هو الشكل التحال اللي نتحصل عليه من بعد ندهني ديا بالزيت ونقرصهم أنا هنا نقرصهم شوية كبار ليش كيما المسمن جي كبيرة على المحاجب ولا على المسمن وشكلها رح يكون دائري نقرصهم ندهنهم شوية بالزيت نغطيهم بكيس بلاستيكي شكارة ولا بابتيا سيلوفان المهم نازم تغطوهم مليح وما يدخلوهم شلاوا وتخلوهم يرتاحو نروح نوجد لفرس ديالي اللي تشوفو واش فيها قوت لكم راه يتختلف على المحاجب وتختلف على وش مولفين نضيبو في التوكتوكات تعنا على في مقلة حتى يتشويات على الزيت زيت بصلة كبيرة هي على حساب الكمية اللي درتو تعلابات انا درت بصلة كبيرة قطعتهم صغير كما حكا دبلتهم بعد زيت عليهم زروا ديا مسكرفجة زيتانيت لاتومات تكون غابي قشرتها ورابيتها مغرفة تعالاتومات تكون صندخي شوية فلفل كحل شوية ملح كان يديروا توابل انا ما دبلتها اش درت لها غير فلفل كحل زيت قليتهم تم تميد بالو من بعد هنا السر تاع هاد العصاص وهاد الشحمة هاد الشحمة اللي استعملت استعملت شحمة المليحة المليحة تاع الكبش متجيس بزاف حا يعني بزاف قاسحة اذا درت عليها تانيت الهريصة كاين يديروا فلفل حار انا درت هريصة هنا وشنو لازم تكون تانيت حارة نخليها تبرد نولي للعجينة التاعي نبسطها بهاد الشكل شوفو هنا يفو مليو تستعملوا سوى بابيه كويسا سوى ان تابيه سيليكوني كي ما حكايا نغلقها بهاد الطريقة شوفو غلقها راهو بزاف سهل تليشو اللي ركو تديرو في رزما تغلقو تجبدو كامل اللي جينا للوسط تغلوها ترتاح شوية متروحوش تفتحوها ديغتما بسك ماشا حات تفتح لكم خلوها كالكو مينوت باركو 2 اع 3 مينوت من بعد تحو تفتحوها هنا بش نقلبها كيفاش ندير ندير بابيه كويسا بسك انبوسيبل تحو ترفضوها كي ما راهي بابيه كويسا و تقلبو اللي حبا ديالكم فوق لبابيه كويسا ديغ رح نطيبهم ديجا في البابيه بسك رح نفتحها كبير هنا درت الحبة الأولى ما زال ما فتحتاش نروح ندير الحبة الثانية والثالثة نكمل وش عندي ملابات من بعد نوريلكم طريقة الفتحة هنا شتول عجينا راهي قصحة بغابوخ المحاجب ولا المسمن و تشكتوك هادي جيب الساب بنينا صغتو لقوة الشحمة يعني ميجي في هاداك لقوة سحب صحياتيها بنا خيالية هادي يصر ديجا هادي المغلوقة بنفس طريقة نحطها فوق بابيه كويسا و نكمل الحبة اللي بقات لي و نعاود نولي الحبة الأولى اللي فتحتها و نبدأ نبسط فيها يعني نفتحها نعاونا رحي بالزيت و نفتحها قد ما عندي أرقيق ما تخافوش الحشو ما شاح يتحل لكم ولا تترتق لكم الحبة رحوا لها غير بالسياسة حتى نتحصل على هاد الحبة الشابة فوق المغلة تاعي و لا تاجين يكون تقيل و سخون ندهن بالمورسو هاداك شحمة و نحط الحبة ذيالي عادي نجبدوا البابيه كويسا غير تاخد فيها النار شوية تاخد فيها السخانة هديك تجبدوا البابيه يتنحلكم طيبوهم على زوج الجوانب كما مولفين طيبو المحاجب هنا نعاود نفتح لكم الحبة تانية نوريكم طريقة الفتح يعني عن القرب يعني رايز سهلة سهلة بسيطة كان بزاف اللي عاودوا سياوها من المتتبعين التوعي في الانستغرام عاودوا جربوها و عجبتهم صراحة تشوفوا المحاجب بتاعنا بنان بسحد و تانية بزاف بنان هدا هو الشكل نهائي تا المغلوقة تا اليوم تمنى ان شاء الله هتكون عجبتكم تجربوها شوفوا البنا راهي منضمونا وسهلة متقولوش باللي راهي حاجة صعيبة راهي بزاف سهلة اذا درتو كمية قليلة عجنوب اليد عادي اذا درتو كمية كبيرة عجنوها بالباتران ولا اللي عندها عجانة نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم و نتلاقف انو تغرست ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة